وفي الصفحة المهمة من إعادة رسم الأولويات أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد أن الحزب قرر فتح صفحة جديدة من الحوار مع الأحزاب الأخرى وأن الأطراف السياسية الكردستانية تركز على المشتركات القومية والوطنية ما قد يفتح لتفاهم على وزارتي البيئة والإعمار مع الاتحاد الوطني حسب مطلعين ولأن الاستقرار غير قابل للتجزئة فقد حصل اتفاق بين بغداد وأربيل على أن إرسال قوات برية للحدود مع إيران سينهي مبررات وخطر التصعيد العسكري وقصف مناطق في أربيل والسليمانية فيما تقول شبكة جولف نيوز بالإنجليزية أن قوات من الشرطة الاتحادية والبشمرقة سيتم نشرها على الحدود للسيطرة على عمليات التهريب والأنشطة غير القانونية اشتركوا في القناة